أعزائي التلاميذ متتبعي ومتتبعات قناة أجيال المستقبل التعليمية مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنقدم لكم من خلاله الفرض المحروص رقم واحد بمادات علوم الحياة والأرض موجه لتلاميذ سنة الثالثة إعداده السؤال الأول اختر من بين الاقتراحات التالية الصحيحة منها خلال تحرقية إرادية تنشأ السيالة العصبية على مستوى الباحة الحركية تمر السيالة العصبية الحركية من الباحة الحركية إلى العضلات عبر النخاع الشوكي والأعصار تنشأ السيالة العصبية الحركية على مستوى العضلة وتمر إلى المخ عبر العصب والنخاع الشوكي إذن هنا قد نحاول من بين هذه الاقتراحات قد نشوفها الاقتراحات الصحيحة قد نختارها ثم رين ثاني اكتب الاسم المناسب أمام كل تعريف من التعريف التالية تنتمي إلى العين وتلعب دور عدسة مجمعة يتكون من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية المهيج الطبيعي للأذن السؤال الرحمن ثلاثة أذكر الأوساط الشفافة للعين بالنسبة للتمرين الثاني قام عالمان بتجارب إهاجة القشرة المخية لكلب مبنج باستعمالهما لسيار كهربائي دي شدة ضعيفة 4.5 بولت وتبين الوثيقة واحد لاحظوا مع الوثيقة واحد المناطق القشرة المخية المهيجة كما يوضح الجدوى الأسفله النتائج المحصل عليها لاحظوا المناطق المهيجة المنطقة واحد المنطقة اثنان المنطقة ثلاثة عندما تم تهيج المنطقة واحد النتائج الملاحظة تحريك الرأس وعند تهيج المنطقة رقم اثنان هناك تحريك الطرف الأمامي الأيمان وعند تهيج المنطقة رقم ثلاثة هناك تحريك الطرف الخلفي الأيمان السؤال الأول أذكر اسم النشط العصبي الذي يهدف العالمان لدراسته في هذه التجربة السؤال الثاني اعطي استنتاجاً من خلال تحليل نتائج المجمعة في الجدول أعلى قمنا بتخريب المنطقة ثلاثة بالمخ بين نتيجة هذه التجربة على الكلب بالنسبة للتمرين ثلاثة تمد يدك لتضغط على زر المنبه فيصدر عن ذلك سماع صوتي المنبه انقل الجدول على ورقتك واسم ملأه مبيناً طبيعة الأنشطة العصبية واسم المراكز العصبية النشاط العصبي الأول هو سماع الصوت ما هو طبيعة هذا النشاط العصبي وما اسم المركز العصبي للنشاط النشاط العصبي الثاني هو الضغط على الزر طبيعة النشاط العصبي واسم المركز العصبي للنشاط بالنسبة للسؤال الثاني توضح الوثيقة اثنان رسما سخطيطيا لأهم الأعضاء المتدخلة في النشاطين العصبيين المذكورين سابقا أي الضغط على الزر وسماع صوت المنبه اعطي لكل رقم على الوثيقة اثنان اسما مناسبا رقم واحد رقم اثنان رقم ثلاثة رقم اربعة رقم خمسة يعني كل رقم سأعطيه الاسم ليه ستة سبعة ثمانية اذا سؤال حدد على الوثيقة اثنان بعد نقلها على ورقتك باحث السمح والباحة الحركية مثل مسير السويال العصبي على رسمك بالنسبة لنشاط الضغط على الزر السؤال تذكر مكونات العنصرين ستة والعنصرين ستة ودوره يعني غدي نحدد المكونات ديال العنصر ستة والدور ديال الآن غدي ننتقلوا الاجابة على هاد الاسئلة خلال التحرك الارادية اللي اجو الى اقتراحات صحيحة منسبة التمرين الاول او السؤال الاول في التمرين الاول تنشأ السويال العصبية على مستوى الباحة الحركية وتمر السويال العصبية الحركية من الباحة الحركية الى العضلات عبر النخاع الشوكي والاحصار السؤال الثاني اكتب الاسم المناسب امام كل تعريف من التعريف التالية تنتمي الى العين وتلعب دور عدسة مجمعة اذا البلورية يتكون من المخ والمخيف والبصل السيسائية الدماغ المهيج الطبيعي للأذن هو الصوت اذكر الاوساط الشفافة للعين قرنية رطوبة مائية بلورية رطوبة زجاجية بالنسبة للتمرين الثاني اذكر اسم النشط العصب الذي يهدف العالمان لدراسته في هذه التجربة اذا خلال هذه التجربة يهدف العالمان لدراسته التحركية الاراضية اذا النشط العصب الذي يهدف العالمان لدراسته في هذه التجربة هو التحركية الاراضية بالنسبة للسؤال الثاني إعطي استنتاجا من خلال تحليل نتائج المجمعة في الجدوى الأعلى نستنتج من تحليل هذه التجارب أن القشرة المخية هي مصدر التحركية الإرادية التمرين رقم 3 قمنا بتخريب المنطقة 3 بالمخ بيهن نتيجة هذه التجربة على الكلب إذا قمنا بتخريب المنطقة 3 بالمخ سيصاب الكلب بشلال في الطرف الخلفي الأيمان بالنسبة للتمرين 3 تمد يدك لاستضغط على زر المنبيه فيصدروا من ذلك سماع صوت المنبيه إذا ننقلوا هذه الجدول في البرقة ديالنا ونحدده بالنسبة لنشط العصبي سماع الصوت طبيعة النشط العصبي حساسية شعورية المركز العصبي للنشط هو باحة السمع بالنسبة للضغط على الزر طبيعة النشط العصبي تحركية إرادية والمركز العصبي المسؤول عن هذا النشط هو الباحة الحركية بالنسبة للسؤال الثاني توضح الوثيقة 2 رسما تخطيطيا لأهم الأعضاء المتدخلة في النشطين العصبيين المذكورين سابقا أي الضغط على الزر وسماع الصوت المنبيه اعطي لكل رقم على الوثيقة 2 اسم مناسب بالنسبة لرقم 1 هو شق رولاندو رقم 2 المخ رقم 3 المخيخ رقم 4 الأذن رقم 5 النخاع الشوكي رقم 6 عصب حركي 7 الصوت 8 العضلة حدد على الوثيقة 2 بعد نقلها على ورقتك باحة السمع والباحة الحركية انظر الوثيقة يعني ها هي الباحة للسمع ملونة بالأحمر وباحة بالأزرق عفوا وباحة الباحة الحركية بالأحمر مثل مسير السيالة العصبية على رسمك بالنسبة لنشاط الضغط على الزر انظر الوثيقة اذا المصار من الباحة الحركية في اتجاه العضلة مرورا بالعصب مرورا بالعصب الحركي عبر النخاع الشوكي وهو 5 سؤال قال اذكر مكونات العنصرين ستة ودوره يتكون العنصر ستة وهو العصب من الياب عصبية لها دور نقل السيالة العصبية الحركية النابدة اذا هذا هو الاجابة ديال هذا الفرد كنتمنى انكم تكونوا استفتماعي وإلى فيديو اخر بحول الله اشتركوا في القناة